أكتفي بالذي ذكرته لكم من لقطات ترتبط بحركة الإمام صلوات الله عليه من الحجاز إلى العراق العراق وما أدراك ما العراق مركز البتريين هذا البلد الذي تنتشر فيه الشيعة البترية وهؤلاء هم الذين سيشكلون عائقا من العوائق الكبيرة زمان الغيبة سيشكلون عائقا كبيرا أمام التمهيد للمشروع المهدوي الأعظم وسيضللون الشيعة في العراق وغير العراق ويدفعونهم لحرب إمام زماننا الواقع الذي نعيشه الآن واقع بتري صرف على مستوى الزعامات وعلى مستوى الأتباع إمامنا الصادق يحدث المفضل ابن عمر عن العراق عن الكوفة ومرت علينا هذه الروايات لذا لن أقرأها بشكل كامل أذهب إلى موضع الحاجة منها ولن أقف عندها طويلا لأنني تحدثت عنها في برامجي السابقة إنني أقرأ عليكم من الكاف الشريف من الجزء الأول للكلين المتوفى سنة 328 وهذه طبعة دار الأسوة طهران إيران في الصفحة الثمانين بعد الثلاثمائة إنه الحديث الحادي عشر بسنده بسند الكوليني عن المفضل ابن عمر عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه وهو يخبر المفضل لأن المفضل كوفي عراقي يخبره عن أحوال الشيعة في العراق متى في زمان الغيبة في زمان الفتنة ولترفعن اثنة عشرة راية مشتبهة لا يدرى أي من أي قال فبكيت فقال ما يبكيك يا أبا عبد الله أبو عبد الله كنية المفضل فقلت جعلت في ذاك كيف لا أبكي تقول اثنة عشرة راية مشتبهة لا يدرى أي من أي هذه رايات شيعية وإلا إذا كانت ما هي بشيعية فإن الإمامة لا يتحدث عنها وكذلك فإن المفضل لا يبكي وبعد ذلك يتضح الكلام واضحا من آخر الحديث حين سأل المفضلة إمامنا سأل المفضلة عن الشمس التي كانت داخلة في مجلسه أبينة هذه فقلت نعم قال أمرنا أبين من هذه الشمس هذه رايات شيعية قادتها شيعة أتباعها شيعة هذه رايات مراجع النجف وكربلاء وما يتفرع عنها من رايات الأحزاب والتنظيمات والمجموعات والميليشيات على اختلاف اتجاهاتها ومشاربها في الجو الشيعي المتدين هؤلاء هم البتريون هؤلاء هم البتريون الذي يكون جزعا من هؤلاء وفي لحظة صادقة يعرف الحقيقة كي يلتحق بدين العترة الطاهرة فإنه سيلتحق بدين العترة الطاهرة وهو مشحون بقذارات هؤلاء بقذارات مراجع النجف وكربلاء بقذارات الأحزاب والتنظيمات والمجموعات والميليشيات الشيعية هؤلاء بتريون بتمام معنى الكلمة لذا فإن الإمام يقول لا يدرى أي من أي لأنهم بتريون لأنهم بتريون الزهرائيون هؤلاء أمرنا أبين من هذه الشمس هناك جهة هناك اتجاه هناك مساحة هناك مجال يشرق في ذلك المجال دين العترة الطاهرة وهو أبين من الشمس أبين من الشمس بدلائله وحججه وبيناته ومصادره وصريح حقائقه هذا هو الواقع الذي تعيشه الشيعة في العراق حتى الذين يسمعونني الآن ويصدقون كلامي لا يرتبون أثرا ولا يبالون بهذه المخاطر التي يتحدث عنها إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه ولترفعنا هنا لام التوكيد وهنا نون التوكيد المثقلة ولترفعنا إثنتا عشرة راية مشتبهة لا يدرى أي من أي إمامنا الصادق حين وصف أكثر مراجع التقليد عند الشيعة زمان الغيبة الطويلة وصفهم بأنهم المشبهون بأنهم لنا موالون ولأعدائنا معادون مشبهون مشبهون على أنفسهم وعلى الناس أما حقيقتهم فليست كذلك هؤلاء هم أصحاب هذه الرايات المشتبهة هذه رايات المراجع البتريين اللعناء المشبهون بأنهم لنا موالون ولأعدائنا معادون هذا الواقع سيبقى موجودا سيبقى موجودا ولذا فإن شيعة العراق سيقفون في وجه إمام زماننا أفضلهم حالا أفضلهم حالا الذين يكونون متفرجين فقط إنهم النظارة الذين يتفرجون على ما يجري على أرض الواقع هذا أفضل حالا لشيعة العراق يذكروني هذا بقول إمامنا السجاد حينما دخلت السبايا الحسينية إلى الكوفة بعد مقتل سيد الشهداء وخرج العراقيون الكوفيون يبكون وجاءوا إلى الإمام السجاد يعرضون نصرتهم عليه فماذا قال لهم إمامنا السجاد قال لهم كونوا لا لنا ولا علينا خلصونا من شروركم كونوا لا لنا ولا علينا هؤلاء هم الذين سيكونون أحسن حالا في شيعة العراق وهم النظارة لا يضحكون عليكم ويقولون هناك أخيار العراق كم عددهم خمسون رجلا كم عددهم خمسون رجلا هم هم الذين نصروا الحسين في كربل الذين نصروا الحسين عراقيون أيضا والذين قتلوا الحسين عراقيون كم عدد الذين نصروا الحسين من العراقي عدد قليل كل أنصار الحسين لم يصل عددهم إلى الثمانين دون الثمانين هذه أحاديث العترة وهي واضحة جدا وهذه زياراتهم وهي صريحة جدا تخبرنا بهذه الحقائق عوالم العلوم مع المستدركات العوالم للمحدث عبد الله البحراني والمستدركات للمؤسسة الإمام المهدي هذا هو الجزء الثالث من عوالم إمامنا المهدي صلوات الله عليه وطبعة طبعة مؤسسة الإمام المهدي قموا المقدسة صفحة ثلاثمية وسبعة عشر رقم الحديث مية وستة وتسعين خطبة من خطب أمير المؤمنين في الكوفة وهو يحذرنا من الدجالين من ولد فاطمة وإياكم وإياكم والدجالين من ولد فاطمة إنهم أصحاب العمائم السوداء وإياكم والدجالين من ولد فاطمة فإن من ولد فاطمة دجالين إذا أردنا أن نجري مقارنة بين أخطر الدجالين من أصحاب العمائم السوداء ومن أصحاب العمائم البيضاء فإن أخطرهم من أصحاب العمائم السوداء في زماننا هذا وفيما يأتي وما سبق من الأيام من هنا سيد العوصية يحذرنا من هؤلاء الدجالين من أصحاب العمائم السوداء هذا لا يعني أن أصحاب العمائم البيضاء ما هم بدجالين إنهم في الهوى سوا ولكن ولكن الناس تتبع أصحاب العمائم السوداء أكثر مما تتبع أصحاب العمائم البيضاء هذا هو الواقع العملي الموجود فيما بيننا ليس اليوم أمس واليوم وغدا وإياكم والدجالين من ولد فاطمة فإن من ولد فاطمة دجالين وفي الخطبة نفسها فإن الإمام يشخص لنا دجالا خطيرا لذلك ميزه بالذكر وتخرج راية من هذه أهرايات المشتبهة وتخرج راية من ولد الحسين زعيمها من ولد الحسين من ولد فاطمة تظهر بالكوفة في النجف بدعامة أمي النواصب يدعمونها أية مرجعية في النجف تدعم من قبل علماء الوهابيين ومن قبل علماء الأزهر ومن قبل علماء السنة في العراق أية مرجعية أسأل طلاب الحوزة النجفية يعرفونها هناك مرجعية شاخصة معروفة تحظى بالدعم من علماء السنة في العراق ومن علماء الوهابيين في السعودية ودول الخليج ومن علماء الأزهر في مصر إنها المرجعية السيستانية والسيستاني حسيني لا أدري هل أن الرواية تنطبق عليه بدرجة مئة بالمئة أو أن السيستانية هنا انطبقت عليه الرواية عرضاً فهي تقصد شخصاً آخر لكن السيستانية حسيني وهو في النجف ورايته هي الراية الأكبر لذا ذكرها أمير المؤمنين وتخرج راية من ولد الحسيني تظهر بالكوفة بدعامة أمية علائق مرجعية السيستاني بالأزهري وبالوهابيين في السعودية والخليج وبعلماء السنة في العراق العلاقة وثيقة جداً 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 حتى ينقطع النفس والتواصل المادي والمعنوي فيما بينهم السيستاني هو الذي يواصلهم وليس هم الذين يواصلونه مادياً هو الذي يدفع لهم هذه المعلومات دقيقة 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 جداً وهناك الكثير من الحوزويين في حوزة النجف وكربلاء يعرفون هذه الحقائق هذا ما هو بأمر سري للغاية ليس مهماً هذا فهذه الرايات المشتبهة الرايات البترية وهؤلاء أصحاب العمائم السوداء إنهم الدجالون أصحاب العمائم السوداء مراجع هذه الرايات مراجع هذه المجموعات هذا كلام صادقي قرأته عليكم من الكاف الشريف وهذا كلام أمير المؤمنين قرأته عليكم من عوالم العلوم وكل ذلك مقتضب مختصر لأنني قد أطلت الحديث في بيان وشرح هذه الروايات إنما أريد أن أذكركم بمجموعة هذه المعطيات كي تعرفوا الواقع الشيعي العراقي وأن إمام زماننا يتوجه إلى واقع هذا هو حاله حتى لا تستغرب من أن أكثر القتل سيكون في العراق ومن أن أشد الحرب ستكون في العراق ومن أن أكثر الناس إجراما في مواجهة إمام زماننا سيكونون في العراق ومن الشيعة تحديدا ومن الشيعة من شيعة الجنوب والوسط إنني أتحدث عن الغالبية العظمى من شيعة العراق الذين سيحاربون إمام زماننا هؤلاء مراجع النجف وكربلاء إنني أقرأ عليكم من تفسير إمامنا الحسن العسكري والطبعة طبعة ذوي القربة إنها الطبعة الأولى قموا المقدسة رواية التقليد دائما أقرأ منها ودائما أذكرها لكم لعلها تكون محفزا يدفعكم يدفعكم أن تدقق النظر في دينكم وأن تدقق النظر في هؤلاء الذين تقدسونهم وهم أقذر من على وجه الأرض وأوسخ من على وجه البسيطة أتحدث عن مراجع النجف وكربلاء الذين يصفهم إمامنا الصادق وهم أضر على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه هؤلاء ألعنوا وأضروا وأخبثوا وأقذروا من شمر ومن حرملة وهم أضروا على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه وهؤلاء علماء السوء الناصبون المشبهون بأنهم لنا موالون ولأعدائنا معادون هؤلاء هم 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 المراجع البتريون اللعناء وهؤلاء أتباعهم الهداية الكبرى للحسين بن حمدان المتوفى سنة 358 للهجرة وهذا الرجل نصيري لكن كتابه يشتمل على أحاديث أهل البيت أدخل في الكتاب جزءا من الثقافة النصيرية النجسة لكن أكثر الأحاديث أحاديثهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هذه الطبعة الكاملة لكتاب الهداية الكبرى للحسين بن حمدان بتحقيق مصطفى صبحي الخضر إنها طبعة الشركة الأعلمي للمطبوعات بيروت لبنان في صفحة خمسمية وأربعة وسبعين إنه الحديث الثاني إمامنا الصادق يحدث المفضل بن عمر عن قتلة الحسين في أي زمان في زماننا هذا في آخر الزمان في زمان الغيبة الطويلة المفضل بن عمر قال سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول إن الله ذكر قتلة الحسين في آخر الزمان فيزورون قبره ويتشافون لتربته وهم قتلة الأنبياء في كل زمان لماذا جاء الإمام بهذا التعبير وهم قتلة الأنبياء في كل زمان يريد أن يعيدنا إلى القرآن المجموعة الأبرز في القرآن التي تحدث القرآن عنها بأنها قتلت الأنبياء وقتلت الأوصياء وقتلت أتباع الأنبياء والأوصياء من الصالحين إنهم بنوا إسرائيل وهذا يعيدنا إلى ما حدثتكم عنه من دين الأنبياء والأوصياء ودين الأحبار والحاخامات حيث أن اليهود حاربوا دين الأنبياء والأوصياء والتصقوا بدين الأحبار والحاخامات ولذا قتلوا الأنبياء وهذا هو الذي يتحدث عنه إمامنا الصادق صلوات الله عليه إن الله ذكر قتلة الحسين في آخر الزمان في زماننا هذا فآخر الزمان بدأ منذ سنة ولادة بقية الله الأعظم صلوات الله عليه منذ تلك سنة بدأ آخر الزمان إن الله ذكر قتلة الحسين في آخر الزمان فيزورون قبره ويتشافون بتربته وهم قتلة الأنبياء في كل زمان لماذا يقتلون الأنبياء في كل زمان لأنهم يدينون بدين العلماء بدين الفقهاء في كل قرن من القرون الماضية من قرون الغيبة الكبرى الشيعة يكونون قتلة الأنبياء لماذا؟ لأنهم لا يدينون بدين محمد وآل محمد بدين الأنبياء والأوصية يدينون بدين أحبارهم وحاخاماتهم بدين المراجع بدين الطوسيين هذه الحقائق بين أيديكم لا تحتاج إلى كثير من التأمل والتعمل الأمور واضحة الواقع يشهد بهذه الحقائق إن الله ذكر قتلة الحسين في آخر الزمان فيزورون قبره ويتشافون بتربته وهم قتلة الأنبياء في كل زمان في كل زمان في زماننا هذا الشيعة الموجودون الآن هم قتلة الأنبياء لماذا؟ لأنهم قتلوا دين الأنبياء ودين الأوصياء قتلوا دين محمد وآل محمد الشيعة الآن يحاربون دين محمد وآل محمد وينصرون دين المراجع الذي هو دين الظنون ودين السقيفة بن ساعد إنه دين الطوسي الشافعي المعتزلي البتري المرجعي هذا هو دين الشيعة الآن ينصرونه ويحاربون دين العترة الطاهرة هؤلاء هم قتلة الأنبياء ما هي علاماتهم؟ يزورون قبر الحسين ويتشافون بتربته بعد ذلك محمد بن سنان ينقل لنا عن الإمام الرضا بخصوص هؤلاء الإمام هكذا يصفهم المنتحلة لولايتنا الذين يعتقدون بولايتنا وليسوا منا ادخلوا إلى الإنترنت كم من القنوات على اليوتيوب وكم من المواقع وكم وكم من الأنشطة الألكترونية على شبكة الإنترنت كم من الأنشطة التي يبذل كثير من الشيعة جهودا لأجل أن يحول سنيا إلى التشيع إلى التشيع المرجع هؤلاء لا يعلمون ماذا يفعلون إنهم ينقلونه ويحولونه من ضلال إلى ضلال أضل يعتقدون بأنفسهم أنهم شيعة مثل ما يقول إمامنا الرضا المنتحلة لولايتنا وليسوا منا فأولئك عليهم لعنة الله ولعنة اللاعنين لعنة اللاعنين اللاعنون من بحسب القرآن هذا المصطلح ورد في القرآن ورد في القرآن هناك اللاعنون اللاعنون هذا عنوان خاص بمحمد وآل محمد هذا عنوان خاص بهم لعنتي أنا ولعنتكم أنتم لا تؤثر شيئا لكن محمدا إذا لعن أحدا فإن لعنة محمد ستترك آثارها في اللحظة نفسها وهكذا إذا ما لعن علي أو لعنت فاطمة مثلما لعنت الأول والثاني اللاعنون هم محمد وآل محمد هذا المصطلح قرآني وهذا التفسير تفسير العترة الطاهرة هؤلاء هم المنتحلة لولايتنا وليسوا منا يدافعون عنا يعتقدون بحبنا ولكن ليسوا منا ليسوا على ديننا على دين المراجع والفقهاء الذين لا علاقة لهم بدين العترة الطاهرة الإمام يلعنهم ما هم هؤلاء المراجع أنفسهم عقائدهم ملعونة عند أئمتنا فهذا الطوسي يعتقد بأن النبي لا يحسن القراءة والكتاب المراجع الذين جاءوا من بعده يعتقدون بذلك وهذا الطبرسي في مجمع البيان يعتقد بذلك وهذا الخوعي يعتقد بذلك وهذا محمد باقر الصدر يعتقد بذلك وهذا السستاني يعتقد بذلك وهذا محمد الشيرازي يعتقد بذلك وهذا محمد حسين فضل الله يعتقد بذلك وهذا محمد جواد مغنية يعتقد بذلك هذه تفاسيرهم كتبهم وهذا اسحاق الفياض يعتقد بذلك وهذا محمد السعيد الحكيم يعتقد بذلك وهذا بشير النجفي يعتقد بذلك بقية المراجع من الأموات من المعاصرين من القادمين يعتقدون بذلك الأئمة يقولون من اعتقد بهذه العقيدة فهو كذاب ملعون لعنة الله عليهم ما هو كلامي الأئمة يلعنونه هم الذين يقولون لعنة الله عليهم ما هموا هموا وأنتم أتباعه أنتم أتباعه وهناك العقائد الكثيرة التي يعتقدونها وأنتم تعتقدونها الروايات تلعنها تلعنها وتصفها بأنها عقيدة كافرة وأنتم تعتقدون بها هؤلاء لا يعتقدون بالرجعة بالرجعة العظيمة والأئمة يقولون من أن الذين لا يعتقدون برجعتنا ليسوا منا ليسوا من محمد وآل محمد هؤلاء كافرون هؤلاء أنجاس هؤلاء ملعون هذا معنى ليسوا منا وهذا الكلام ينطبق على جميع هؤلاء الذين ذكرتهم وعلى غيرهم وكل هذا قد بيّنته في برامجي السابقة بالوثائق والحقائق والشواهد والأدلة والدقائق ومن كتبهم من كتبهم من كتبهم التي يعتمدونها ويأمرون الناس بالرجوع إليها ويفتخرون بها ويتباهون بها ولا زالوا يقدمونها للمطابع وهي متوفرة في المكتبات وجميع الشيعة يعتمدون عليها هؤلاء هم المنتحلة لولايتنا وليسوا منا وليسوا منا فأولئك عليهم لعنة الله ولعنة اللاعنين هذا الكلام خطير خطير يا أيها الشيعة ألا تجدون أن الحقائق هذه تنطبق تمام الانطباق على مراجع النجف وكربلاء وعليكم أنتم الذين تقلدونهم وتتبعونهم أنا أأخذ من هذه الروايات موضع الشاهد لأنني قد قرأتها مرارا وكرارا وشرحتها وبينتها وفصلت القول فيها إنما في هذه الحلقة والحلقة القادمة ألتقطوا لقطات سريعة كي أرسم لكم الواقع الشيعية في العراقي وفي المناطق المجاورة التي يتواجد فيها الشيعة في الزمن الذي يظهر فيه إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه نذهب إلى فاصل إذن هناك الرايات المشتبهة التي لا يدرى أي من أي وهي رايات المراجع اللعناء الذين وصفهم إمامنا الصادق صلوات الله عليه بأنهم المشبهون بأنهم لنا موالون ولأعدائنا معادون الذين هم أضروا على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه ومر هذا الكلام علينا إنهم الدجالون من أصحاب العمائم السوداء حذرنا أمير المؤمنين من الدجالين من ولد فاطمة إنهم أصحاب العمائم السوداء سادة الدجال وسادة الكذب والإفتراء ليس في زماننا وإنما في الأزمنة الماضية وفي زماننا وفيما يأتي في الزمن القادم هؤلاء هم الذين يتبعهم البتريون مثل ما قال عنهم إمامنا الرضا إنهم ينتحلون ولايتنا وليسوا منا ثم لعنهم بعد ذلك وتحدث عن لعنة الله عليهم وعن لعنة اللاعنين الذين هم محمد وآل محمد عن لعنة اللاعنين عليهم إنهم الذين يزورون قبر الحسين ويتشافون بتربته إنهم قتلت الأنبياء في كل زمان لماذا؟ لأنهم يحاربون دين الأنبياء والأوصياء ويلتصقون بدين الأحبار والحاخامات بدين المراجع والفقهاء إنني أتحدث عن المراجع والفقهاء الطوسيين البتريين اللعناء هذه الحقائق واضحة بين أيديكم نحن أمام مجموعة هي ألعن من جيش يزيد إنهم مراجع النجف وكربلاء ومع أتباع لهم الأئمة يلعنونهم مع أنهم يزورون الحسين ويتشافون بتربته وينتحلون ولاية أهل البيت الإمام الرضا يقول بأنهم ليسوا منا ليسوا على منهجنا هذا منهج بتري مرجئي قذر إمامنا الرضا يحدثنا وإنني أقرأ عليكم من عيون أخبار الرضا إنه الجزء الأول للصدوق المتوفى سنة ثلاثمية واحد وثمانين للهجرة وهذه طبعة مؤسسة شمس الضحى في صفحة السادسة والسبعين بعد الثلاثمائة إنه الحديث الخامس من الباب الثامن والعشرين بسنده بسند الصدوق عن عبد السلام ابن صالح الهروي قال قلت لأبي الحسن الرضا صلوات الله عليه إنه إمامنا الثامن في سلسلة أئمتنا الاثني عشر وإمامنا العاشر في سلسلة أئمتنا الأربعة عشر صلوات الله عليهم جميع عبد السلام الهروي يقول قلت لأبي الحسن الرضا يا ابن رسول الله ما تقول في حديث روي عن الصادق عليه السلام عن إمامنا الصادق أنه قال إذا خرج القائم عليه السلام قتل ذراري قتلت الحسين عليه السلام بفعال آبائها فقال فقال الإمام الرضا هو كذلك فقلت عبد السلام الهروي فقلت وقول الله عز وجل ولا تزروا وازرة وزر أخرى ما معنى فقال إمامنا الرضا صدق الله في جميع أقواله ولكن ذراري قتلت الحسين يرضون بفعال آبائهم ويفتخرون بها ومن رضي شيئا كان كمن أتاه ولو أن رجلا قتل بالمشرق فرضي بقتله رجل في المغرب لكان الراضي عند الله عز وجل شريك القاتل وإنما يقتلهم القائم عليه السلام إذا خرج لرضاهم بفعل آبائهم قال فقلت له بأي شيء يبدأ القائم حينما يخرج في مكة فقلت له بأي شيء يبدأ القائم عليه السلام منكم إذا قام قال الإمام الرضا يبدأ ببني شيبة فيقطع أيديهم لأنهم سراق بيت الله عز وجل مر علينا هذا في أحداث مكة الكلام واضح وصريح من أن الإمام يقتل ذرار قتلت الحسين والمراد من ذرار قتلت الحسين ليس بالضرورة أن ينتسب إليهم انتسابا بالقرابة والرحم هذا التعبير يريد أن يبين لنا من أن المجموعات تشخص وفقا لعقيدة الولاية والبراءة ألا تسمعون الكثير من الوهابيين يمجدون بيزيد وما قام به من قتله للحسين ألا تسمعون بعض النواصب يصرح بأنه لو كان في كربلاء يوم عاشوراء لبادر إلى قتل الحسين قطعا هذا الذي يخرج على الإعلام يكون قليلا الذين يحملون نفس هذا الفكر ونفس هذا الاعتقاد كثيرون لكنهم لا يتكلمون يحملون هذه العقائد بين جوانحهم هذا الكلام إذا كان مرتبطا بنواصب سقيفة بني ساعد أما إذا كان الكلام مرتبطا بنواصب سقيفة بني طوسي فإن مراجع النجف وكربلاء ألعنوا من قتلة الحسين وألعنوا من نواصب سقيفة بني ساعد وأتباعهم أتباعهم يكونون بمثابة قتلة الحسين مثل ما مر علينا المراجع ألعنوا من قتلة الحسين وأتباعهم يكونون قتلة للحسين مرت علينا الرواية قبل قليل هنا الحديث عن نواصب سقيفة بني ساعدة تحدث عن ذرار لقتلة الحسين ولكن حينما كان الحديث عن مراجع النجف وكربلاء فإن الإمام الصادق وصفهم بأنهم أضروا من قتلة الحسين وأضروا من جيش يزيد على الحسين وأصحابه أضروا على الشيعة إنهم أضروا على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه أما أتباعهم فهم قتلة الحسين الذين يزورون الحسين ويتشافون بتربته إنهم ينتحلون ولاية العترة لكنهم ليسوا من العترة يا كميل يا كميل هذا القانون العلوي الواضح وعلى هذا القانون وامثاله بايعنا في بيعة الغدير يا كميل لا تأخذ إلا عنا تكن منا هؤلاء لا يأخذون عن العترة الطاهرة أتحدث عن مراجع النجفي وكربلاء وعن أتباعهم الذين يأخذون عنهم يحبون أهل البيت ينتحلون مودتهم يزورون قبورهم يتشافون بتربة الحسين ولكنهم ليسوا على منهج العترة لا يأخذون عن العترة يأخذون عن غيرهم يأخذون عن مراجع النجفي الذين دينهم أخذوه عن نواصب سقيفة بني ساعد رسالة رسالة إمام زماننا إلى الشيعة واضحة طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا وهذا الكلام ينطبق بدرجة مئة بالمئة على مراجع النجفي وكربلاء وعلى مقلديهم وأتباعهم وعلى رايات الأحزاب المشتبهة التي لا يدرى أي من أهي هذا هو الواقع الشيعي النجس القذر ماذا نقرأ في الكتاب الكريم في سورة البقرة في الآية الثالثة والتسعين بعد المئة بعد البسملة وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فاتركوهم فلا عدوان إلا على الظالمين دققوا النظر معي في هذه الآية وعرفوا القرآن بأنه لا يفقه ولا يفهم إلا من خلال العترة الطاهرة وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة هذا واضح الآية تأمر بقتال أعداء محمد وآل محمد وأن القتال يستمر حتى تنقطع فتنتهم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا إذا انتهوا عن ضلالهم فليتوقف قتالكم الكلام واضح إلى هنا وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فإن القتال يتوقف ماذا جاء في آخر الآية فلا عدوان إلا على الظالمين الآية هنا تشرع الاعتداء على الظالمين ستتناقض الآية مع نفسها إذا أردنا أن نفهم الظالمين بنحو مطلق ما هم الذين يقاتلون هنا من الظالمين ولكن الآية قالت فإن انتهوا فتوقفوا لكنها تثبت هذا الأمر من أن الاعتداء يكون ابتدائيا وشديدا على الظالمين فهل على كل الظالمين إذا قلنا على كل الظالمين فإن التناقض سيقع في هذه الآية ومع آيات أخرى إذن من هم الظالمون هنا الظالمون هنا قتلت الحسين كامل الزيارات لابن قولوي وهذه طبعة مكتبة الصدوق طهران إيران إنه الباب التاسع عشر الحديث السادس بسنده بسند ابن قولوي ابن قولوي توفي سنة 368 للهجر بسنده عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه في قوله تبارك وتعالى لا عدوان إلا على الظالمين قال أولاد قتلت الحسين لا عدوان إلا على الظالمين هذا العدوان الذي سيكون مكثفا وشديدا وقاسيا هذا العدوان الوحيد في القرآن الذي شرعه القرآن يكون باتجاه أولاد قتلة الحسين هذا الكلام ينطبق على نواصب سقيفة بني ساعد ممن هم في هذا الاتجاه وينطبق كذلك على نواصب سقيفة بني طوسي وهم ألعن وأوسخ وأقدر والروايات مرت علينا وهي شاهدة على ذلك وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين العدوان يشرع تشريعا ويكون بقسوة وشدة على هذا الصنف من الظالمين الذين هتكوا حرمة الله قتلوا الحسين أما مراجع النجف فإنهم هتكوا حرمة دم الحسين فإن دم الحسين سفكت في كربلاء لأجل دين العترة الطاهرة فيأتي الطوسي المشؤوم ويأتي من بعده هؤلاء الحثالات من مراجع حوزة النجف وكربلاء كي يدوسوا دين العترة بأحذيتهم ويؤسس دينا لا علاقة له بمحمد وآل محمد إنه دين الظنون ودين الاحتمالات والشكوك ودين التفاهات والسفاهات ودين الجهالات والحماقات إنه دين النجف وكربلاء وبعد ذلك يكذبون الكذبة العظمى ويقولون هذا دين محمد وآل محمد ويتراكض الديخيون من حميرهم من أتباعهم الحمير للدفاع عن هذا الدين الكذب ويحاربون في الوقت نفسه دين العترة الطاهرة يضحكون على أنفسهم بأنهم خدام للحسين أنتم قتلت الحسين هذا منطق العترة أنتم قتلت الحسين ما أنتم بخدام الحسين طبقوا هذه الروايات على أرض الواقع ألا تنطبق عليكم أدرك أنفسكم أدرك أنفسكم هذا هو واقع النجا قبل زمان الظهور الشريف أنني أقرأ من غيبة الطوسي المتوفى سنة أربعمائة وستين للهجرة وهذه طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان في الصفحة التاسعة والسبعين بعد المئتين بسنده بسند الطوسي عن عمر بن أبان الكلبي عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه كأني بصاحب السفياني جاء الترديد من قبل الراوي لأن السفيانية سيرسل جيشاً بقيادة قائد إلى النجف فجاء في الرواية كأني بالسفياني أو بصاحب السفياني والصحيح من خلال الروايات الأخرى إنه صاحب السفياني كأني بصاحب السفياني قد طرح رحله في رحبتكم بالكوفة فنادى مناديه من جاء برأس رجل من شيعة علي فله ألف درهم فيثب الجار على جاره ويقول هذا منهم فيضرب عنقه ويأخذ ألف درهم هل هذا واقع شيعي هذه النجف التي يتسيدها المراجع وتقطنها الشيعة من شيعة المراجع هذا هو حالها في الزمن القريب من ظهور إمام زماننا صاحب السفياني يجد الأمن والأمان في النجف وبعد ذلك يبحث عن شيعة علي يبحث عن الزهرائيين ما هؤلاء يدعون كذبا من أنهم من شيعة علي من المراجع ومن أتباعهم من قطان النجف لكن صاحب السفياني لا يريد هؤلاء فهؤلاء يبايعونه يبايعون السفياني الروايات أخبرتنا بذلك إنه يبحث عن الذين ما هم على دين مراجع النجف وكربلا يبحث عن شيعة علي فهؤلاء ما هم بشيعة علي هؤلاء هم الذين يصدرون الفتاوى بأن ذكر علي في التشهد الوسطي والأخيري في الصلوات الواجبة يبطل الصلاة ذكر علي يبطل الصلاة هل هذا كلام شيعة علي نحن الذين نقول إننا زهرائيون هكذا نعتقد بأن ذكر علي في الأذان واجب لأنه جزء أساسي في الأذان وهو أهم أجزاء الأذان أهم من الشهادة الأولى والثانية بحسب منطق القرآن وإن لم تفعل فما بلغت رسالته وفي الإقامة كذلك فذكر علي أهم من شهادة التوحيد وشهادة النبوة بحسب منطق القرآن وإن لم تفعل فما بلغت رسالته فإن التوحيد والنبوة والقرآن وكل حقائق الدين كل ذلك يساوي صفرا من دون ولاية علي ذكر علي في التشهد الوسط والأخير من الصلوات الواجبة واجب قطعا وهو سر طهارة صلاتنا وهو سر قبولها وذكر علي أوجب من ذكر الله وذكر محمد صلى الله عليه وآله بحسب منطق القرآن الله هو الذي يقول وإن لم تفعل فما بلغت رسالته هذا منطق شيعة علي صاحب السفياني يبحث عن هؤلاء وهذا الذي يثب على جاره هذا من مقلدي المراجع الذين يعتقدون بأن ذكر علي في الصلاة يبطل الصلاة علي هو الميزان دائما يفصل بين الحق والباطل ولذلك فإن اسمه المختص به الفاروق الأعظم هذه تسمية عمر بالفاروق هذه سرقة من اسم علي الفاروق الأعظم الذي يفرق بين الحق والباطل وفي جميع مستويات الحق وفي جميع مستويات الباطل وهذا هنا حق وباطل هنا قولان مختلفان قول يجعل الصلاة باطلة بذكر علي وقول يجد أن ذكر علي هو سر قبولها وهو سر صحتها وهو سر طهارتها وذكر علي أولى من ذكر الله وذكر محمد صلى الله عليه وآله بحسب القرآن الله هو الذي يقول وإن لم تفعل فما بلغت رسالته هذا هو منطق القرآن فرقوا بين هذين القولين الحق مع من الفاروق الأعظم علي هو 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 سيفرق بين هذين القولين الصورة واضحة هذا هو حال النجف ألا لعنة الله على النجف أتحدث عن نجف البتريين وصلوات وسلام وتحيات عطرات على نجف علي هناك نجفان هناك نجف الطهارة والإخلاص والدين الحقيقي نجف علي وهناك نجف القذارة والنجاسة والضلال والبترية الوسخة نجف المراجع نجف الحوزة نجف العمائم السوداء والبيضاء نجف الدجالين من ولد فاطمة هذه هي الثقافة الزهرائية وهذا هو واقع العراقي وواقع شيعة العراقي في الزمن الذي يقبل فيه إمام زماننا إلى العراق وقت الحلقة انتهى بقية الحديث تأتينا غدا نلتقي غدا إن شاء الله تعالى على أمل أن تكون قلوبنا مفعمة بالحماس لخدمة إمام زماننا صلوات الله عليه بحكمة يمانية ومعرفة زهرائية زهرائيون نحن زهرائيون نحن والهوى والهوى زهرائي بتريون هم يعني مراجع النجف وكربلاء طوسيون هم بتريون هم هم والهوى بتري لعين قذر نجس وهذا هو الفارق بين الثقافة الزهرائية وثقافة البترية سألكم الدعاء جميعا في أمان الله ترجمة نانسي قنقر